السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء. طلاب الشهادة الاعدادية. اسعد الله اوقتكم بكل الخير. في حالة النهاردة بنحل امتحان محافظة اسوان. من كتاب الامتحان وكتاب الاضواء عشرين تلاتة وعشرين. نبدأ على طول باول سؤال في الامتحان التعبير. في التعبير الوظيفي الاجباري جاي لهم يعجبني النشاط ولا يعجبني الكسل. في ضوء السياق السابق اكتب خمس جمل. اي خمس جمل يعجبني ولا يعجبني. سهل جدا خط الدرجة كاملة. وفي موضوع التعبير اختار الموضوع اللي تقدر تكتف فيه اكتر. قسم الموضوع لافكار. هات مقدمة او خد راس الموضوع وعملها مقدمة. ابدأ اتكلم عن الافكار. استشهد باية او بحديث او بيت شعر. اختم بنصيحة او بحكمة. ناخد الدرجة الكاملة ان شاء الله. السؤال اللي بعد كده القراءة بيجي لنا ثلاث اسئلة. سؤال من الدروس. سؤال من القصة سؤال متحرر. من الدروس جايلنا من درس الحياة دقائق وثواني. وقد ضرب العلماء اروع الامثلة في كيفية الافادة من وقت الفراغ. حيث التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة. وقد قيل ان تفكر الانسان ساعة خير من قيامه ليلة. الف هات من الفقرة السابقة ما يلي. مراضف افضل. خلي بالك لانه بيقولك هات من الفقرة. لازم تجيبها من الفقرة. افضل اه قد ضرب العلماء اروع. اروع يعني اجمل احسن افضل. يبقى افضل اقول له اروع. مفرد ليالي او تفكر الانسان ساعة خير من قيامه ايه? ليلة. يبقى مفرد ليالي نقول له ليلة. با فيما ضرب العلماء اروع الامثلة. ضربوا اروع الامثلة في ايه? ايه في القطعة كيفية الافادة من وقت الفراغ حيث التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة ننقل الاجابة في ورقة الاجابة. السؤال اللي بعد كده اتنين ضرب اللاعب الكرة. يعني ضرب اللاعب الكرة. عايز الفرق بين معنى الكلمتين. ضرب اللاعب الكرة وضرب العلماء اروع الامثلة. ضرب الكرة يعني ركلة او قزف الكرة. انما ضرب العلماء اروع الامثلة يعني قدامة يعني ذاكرة يعني مثالة. اي معنى. جيم. ما الذي استرع انتباه العالم الاشهر اسحاق نيوتين? ايه اللي جزب انتباهه? النظام الدقيق للكون. النظام الدقيق للكون هو الذي جذب انتباهه. وممكن نزودها برضو سقوط التفاحة فوق رأسي برضو علشان نضمن الدرجة كاملة. السؤال اللي بعد كده لقراءة متحررات المحتوى. نقرأ القطعة. ابصر ذئب جائع غزالة مهزولة. يعني مهزولة. او تخير الاجابة الصحيحة. غزالة مهزولة هزيلة. مهزولة يعني قوية? لا. ضعيفة. ثمينة? ثمينة لا. يبقى ضعيفة. فلما وجدها لا تشبعه اراد ان تمتلئ لحما. عايز يغزيها الاول. فذهب اليها فيه طباطق. طباطق بطء. عكس البطء. عكس طباطق. سرعة. ذهب اليها فيه طباطق وقال ما لي اراك ايتها الاخت على هذه الصورة? فقالت خالي يغني عن الجواب. فازهر لها المودة. وقاب لها اكل. واتى لها بطعام. فاكلت ودعت له شاكرة. وانتهز الفرصة ليستمر في تقديم الطعام لها. حتى سمنت فوثب عليها واقترسها. هنا السؤال اللي موجود على القطعة صحة او خطأ مش عايز تصويب واحد. وجد الذئب الغزالة فريسة تشبعه? لا كانت هزيلة. اتنين اظهر الذئب للغزالة المودة? ايوة صح. جيم من خلال ما قرأت في القطعة السابقة. صف الذئب باسلوبك. اي وصف قريب من انه مخادع او غدار او مكار لا يؤتمن تاخد الدرجة كاملة. السؤال اللي بعد كده من القصة. الف. جاء الرسول التاجر. من? التاجر كان جاي منين? رسول ملك سقلية برافو. من جزيرة سقلية. با تخير الاجابة الصحيحة. واحد. كان من البارزين في جمعية القاهرة. حفظين ابو بكر الاماش. انما عز الدين ابن عبد السلام في جمعية دماشق. الصالح اسماعيل? لا مش منهم. اتنين. المفاجأة التي حدثت حينما التقى جيش اسماعيل بجيش نجم الدين انحياز جيش الشام لجيش مصر بتدبير من جمعية دماشق. جيم ازداد غليان صدور اهل دماشق ضد الصالح اسماعيل. لماذا? عارفين طبعا لان الصالح اسماعيل قذنة للفرنج بدخول دماشق وشراء السلاح منها. السؤال اللي بعد كده بقى النصوص بيجي لنا ثلاث اسئلة. الاول اجباري من القرآن او الحديث. والتاني والتالت الشعر اختياري بنختار منهم واحد. الاجباري من الحديث من نص استعن بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الف صح او خطأ? مش عايز تصويب. واحد. معنى اجتمعت تفرقت كبارة خاطئة. اتنين جمع الامة الامم. براف صح. با واحد. كيف استفاد عبدالله ابن عباس من ركوبه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفاد من الرسول بان الرسول صلى الله عليه وسلم علمه مجموعة من النصائح التي تنفعه في حياته. اتنين بما نصخه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نصحه بايه? بان يحفظ الله. يحفظ الله يحفظك بالامتسال لأوامره. وايجتناب نوهي. والاستعانة بالله. اذا سألت فاسأل الله. والايمان بان النفع والضر بيد الله. والايمان بالقضاء والقدر. جيم ما الجمال في قوله صلى الله عليه وسلم اعلم. اعلم ده اسلوب امر. هنا اسلوب امر بس غرضه. لأ مش نصحه ورشاد. غرضه التنبيه. ينفعوك يا ضروك. الكلمتين عكس بعض. ما لا علاقة بين هتين الكلمتين. نقول له تضاد. الغرض اقول له تضاد. الغرض هنا يؤكد المعنى. يؤكد المعنى ويوضحه. السؤال اللي بعد كده بعد نصوص الاختياري. السؤال الاول من نص خلال كريمة وتهزني ذكرى المروءة والنادى. بين الشمائل هزة المشتاق. فاذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الارزاق. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الاخلاق. تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد. مراضف المروءة. اللي هي الشهامة. قوة جمال لا. الشهامة. بيقول بتسعيده تهزني. يسعيده تذكر الشهامة والنادى. لوها الكرم. من بين كل الصفات. اتنين. مفرد الشمائل الشمال. اهي اول واحد. با. كيف صور الشاعر حبه للصفات الكريمة? بيقول ان هو بيسعد بالصفات الكريمة سعادة المشتاق للقاء احبابه. الانسان المسافر الغريب عندما يعود ويلتقي احبابه. اتنين. ما حظوظ الناس في الحياة? الحظوظ المال والعلم والاخلاق. ومن يرزقه الله والاخلاق. فقد اختاره الله وفضله على باقي البشر. جيم. وضح الجمال في قول الشاعر. وتهزني ذكرى المروءة والنادى. بتسعيده. بيسعد لما بيفتكر المروءة والنادى. يبقى ده تعبير بيدل على تأثر الشاعر وسعادته بالاخلاق الكريمة. دال. علل. بناء الفعل روزقا. روزقت. ما بني المجهول ليه? ما بني المجهول العلم بالفاعل. لان الرازق هو الله سبحانه وتعالى. السؤال اللي بعد كده بقى من نص وادي الكنانة. فيا وادي الكنانة لن تزول. وفيك النيل يجري سلسبيلا. يطوف بمائه عرضا وطولا. ويبسط فيضه عاما فعاما. بساطك سندس وفراك تبر وجوك مشرق وشزاك عطر. تخير. يعني سلسبيل بيقوله هنا يجري نهر النيل سلسبيلا. سلسبيلا يعني بمائه العذب. عذبا. جمع فيض. فيوت. فيوت. فيضان افواض لا. با مصر باقية. فما سر بقائها. كما فهمت من البيت الاول. اهو بيطام من مصر بيقول لها لن تزول. يا ودي الكنانة لن تزول. طول ما فيك لايه? نهر النيل. يبقى باقية وسر بقائها. بعد ربنا طبعا. نهر النيل. اتنين. بما وصف الشاعر ارض مصر وجوها. اهو بيقول ان نهر النيل خلى الارض بيتعمل زي السندس. والطراب بقى زي الدهب. وبالنسبة للجو مشرق والشزا عطر. نقولها له بقى. نقول له وصف ارض مصر المزروعة كأنها كلبساط الاخضر. وطراب ارضها مثل الزهب. وجو مصر جوها مشرق. تفوح منه الروائح العطرة. يبقى اجابة واحد نهر النيل. واجابة اتنين. ده اجابة رقم اتنين. جين بقى ما الجمال في قول الشاعر يا وادي الكنانة. اسلوب ايه? ده اسلوب نداء. يبقى نقول له اسلوب نداء غرضه التعظيم. ويشبه وادي النيل بانسان ينادي عليه. ده العلل استخدام الشاعر الى افعال المضارعة ده ثابت. اي فعل مضارع قالك بيفيد ايه? قل له يفيد التجدد والاستمرار واستحضر الصورة. الفعل الماضي يفيد الثبوت والتحقق. التضاد تأكيد المعنى. التراضف تأكيد المعنى. السؤال اللي بعد كده النحو. السؤال العاشر. انا محب لوطني مصر. انا اي ضمير منفصل في محل الرافع مبتدأ. ومحب مضموم اول ومكسور ما قبل اخير. يبقى محب دي اسم فاعل من الفعل. احبا. احبا يوحب محب اسم فاعل. لوطني. انا مبتدأ ومحب خبر لوطني جر ومجرور. وطني مصر. الاسم اللي بعد اللقب او الوظيفة بدل. يبدي بدل. فقد نشأته. نشأ فعل الماضي. التايل فاعل. نشأته على ارضها جر ومجرور. واكلته. اكل الفعل التايل فاعل. من خيراتها جر ومجرور. فكنت اللي هي كانة الماضي. والتاة اسمها شكورا. دي خبر كان. خبر كنت. وشكور دي صيغة مبالغة على وزن فعول من شكرة. شكرة شكور. مفعال فعال فعل فعول فعيل. شكور على وزن فعول. خبر كان منصوب. فكنت شكورا لها. وبذلت جهدا. بذلا. اه بذلا. بذلا ده فعل الماضي. الفعل الماضي دايما مبني. وبذل بذل او اللام ساكنة. يبقى هنا بذلتو. يبقى قلو فعل ماضي. مبني على السكون لاتصاله بتاع الفاعل. ماذا بذلتو? جهدا. مفاعل به. الجهد موفور. دي نعة منصوب. بس موفور على وزن مفعول من الفعل السلاسي. وفيرة بليه المجهول. وفيرة موفور. موفورا قلنا نعت. لكي كي بتنسب. يبقى يتحقق فعل مضارع منصوب. اللي يتحقق التقدمه. يبقى التقدم دي الفاعل. نعريبها فاعل مرفع وعليما ترفعوا الضمه. واكون المضارع بتاع كان. اكون فين اسمها? اكون انا. اكون انا ذا. يبقى دي خبر كان. يبقى ذا دي خبر كان او خبر اكون منصوب وعلامة نصب الالف لانه اسم من الاسماء الخامسة. ذا مستقبل مضافئ لي مجرور. ومستقبل دي اسم زمان. مستقبل من استقبلة. لانه من غير السلاسي بيصاغ كما يصاغ اسم المفعول. مستقبل افضل. افضل على وزن افعة. دي اسم تفضيل. بس هنا مستقبل احنا قلنا مضافئ لي مجرور. ومجرور وعلامة جر الكسرة. مستقبل. ومستقبل افضل. دي نعت. وصفنا المستقبل بانه افضل. تبقى نعت. ونعت مجرور. بس افضل ممنوع من الصرف. صفة على وزن افعال. يجرب الفتحة. طالما غير معرف باله وغير معرف بالاضافة. يبقى نقول له نعت مجرور وعلامة جر الفتحة لانه ممنوع من الصرف. على مر العصور. على مر جره مجرور. العصور مضافئ ليه خلاص اعربنا. نستخرج. اسم فاعل. واذكر فعله. مضبوطا بالشكل. اسم فعله محب. من الفعل نقول له محب من الفعل احبة. وعايزه مضبوط بالشكل عادي خالص اقول له الماضي. مبني ايه المعلوم. قوعت بليه المجهول. ده فاعل. نقول له اه على فتحة. احبة. والشدة مفتوح. احبة. احبة يحب محب. السؤال اللي بعد كده اتنين صيغة مبالغة. واذكر وزنها. صيغة المبالغة هي. كنت ايه? شكورا. يبقى شكور على وزن فعول. اسم المفعول. واذكر فعله برضو مضبوطا بالشكل. عندنا موفور. ايه ده بقى اللي بيكون من المبني المجهول. اقول له موفور من وفيرا. ده اقول له اكثر ما قبل اخيره. اربعة. اسم زمان. قلنا مستقبل. وبين نوعه ده من غير السلاسة. من الفعل استقبلا. جيم. اجب بما هو مطلوب بين القوسين. واحد. سمر ساقية الناس. سمر هي اللي هتسقي. يبقى دي الفاعل ساقية. اسم فاعل من ساقى. ساقى ساق أو ساقي. وهنا مؤنس تبقى ساقية. بيقول لنا نوع المشتق? عادي. اقول له هنا ساقية. دي اسم فاعل من الفعل السلاسي ساقى. طيب. يستخدم الفلاح الساقية. لا دي هنا دي الالة اللي بيستخدمها دي اسم آلة. ساقية دي اسم آلة برضو من ساقة. اسم آلة مشتق من الفعل. ساقى ساقية على وزن فاعلة. اتنين. الرجل اغنى نفسه من العمل. اغنى نفسه ده اغنى دي فعله ماضي. يبقى دي فعله ماضي. الرجل اغنى الناس مالا لاغنى دي اسم تفضيل على وزن افعال. اعرب ما تحته خط. الفعل الماضي اعربه فعله ماضي. فعله ماضي مبني او فعله ماضي مبني على الفتح. وهنا اغنى اسم التفضيل بنعربه حسب ما كانه في الجملة. الرجل مبتدى. يبقى اغنى دي الخبر. نعربها خبر مرفع وعلامة رفع الضم. دي لضع مكان النقط ما هو مطلوب بين القوسين اللي ما يأتي. واحد اسوان نقط رائع. اسم مكان من الفعل شتى. شتى ده معطل الاخر يجي على وزن مفعل زي اوى مقوى. شتى ماشتى. يبقى نقول اسوان ماشتى. ماشتى رائع. يبقى ماشتى ده اسم مكان من الفعل شتى. اتنين. مصابقة التحدي العربي للقراءة نقط من المصابقات الاخرى. اسم تفضيل من الفعل انتشرة. انتشرة غير سلاسي. يبقى ما ينفحش اجيب منه اسم تفضيل بطريقة مباشرة. او الاكثر انتشارا. او الاكثر اسم تفضيل مصطفل الشروط. واجيب المفعول المطلق من انتشرة او الاكثر انتشارا. اشد ازدحاما. لما بنجي نجيب من ازدحمة. ها واحد. شاهد الزور غير مقبولة شهادته. صيغة اسم المفعول فيما تحتوه خط من مقبول. مقبول مفعول من قابلة قبلة. نبنيها للمجهول يبقى قبيلة. ده مقبوله اكثر ما قبلة اخيرة. يبقى اسم المفعول هنا من الفعل اقبلة لا. قبلة اه قبلة لا. قبلة. لان قبلة مقبول على وزن المفعول يبقى من السلاسي. لانه لو من غير السلاسي اقبلة يقبلة هتبقى مقبل. قبلة يقبل مقبل. لا. اتنين حاسوب درع مجهر ميزان. ده خط تحت اسم الالة المختلف. مع بيان السبب. حاسوب دي فاعل ده مشتاق من ايه? من حاسبة. ومجهر مشتاق من جهرة. وميزان مشتاق من وزنة. انما درع ده اسم الى هنقول له اسم الى جامد سماعي يبقى دي المختلفة ولانه جامد. والسؤال اللي بعد كده الخط نخلي بالنا الفرق ما بين خط النسخ وخط الرقعة. علشان نضمن درجات الخط. والاملة. بعد ما نكتب الاملة نقرأها مرة تانية. علشان نتأكد ان احنا كتبناها صح. بتمنى لكم التوفيق في الامتحانات. لكم مني كل الحب والاحترام والتقدير. لايك للفيديو. شائر الفيديو لصحابك عشان يستفادوا. شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.